السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بمشر المزيد ان شاء الله قال يلا رمو المناسبة قال لنا جيو واللي بغي يجي معا شي جوجت لاتة الناس يجيبوا معا مرحبا هادي غير واحد اللقاء متواصلي في صداقة وفي اكرام وفي اطعام وفي تلاوات قرآن قال يلا كن واحد الشرط لا جيتي خستك لابس واحد اللباس انيق جدا حتكن غير الاكابير كنت ما غير الناس اللي هم ايا الاحيان فقلت لي غمشي شوف ادلعالم واخا يوم السبت لبس جيل باب احسن ما عندي في التياب جيل باب ابيض وطربوش احمر وغادي باش نحضروا في هذه المناسبة وحد المكان في النواحي دي الضربدة يعني كأن ما عارفوش عالم في غير الاثرية وحد لازوم فيها قصور شخصية كبار والسيارة الفخماء والناس عظماء ما شاء الله لكن هذا العالم هنا ما ضمت ان هذا العالم دي الناس منعمين فلما وصلنا القينادك سيد مل العراضة مل المناسبة يعني رجل سبعيني وطباك الله طويل قاما ورشيق وهزمع واحد البردو فيدو واحد السبحة فيدو التانية وكيبا انيق سلمنا عليه باحترام وانا خجول لانا لستو مدعو انا غاية صاحبك يقولي يالله معايا فلما دخلنا لقينا السيارات بزاف واقفين قلت لصديقي تأخرنا نجاو السيارات واقفين قال يالله هادو السيارات غير دي الموالين الدار غير دي الولادو والحفايد ديولو يعني واحد ثلاثين سيارة قال يدو كلهم غير دي العائلة باقي الناس ما جاوش هادو غير الناس احنا راجعنا بكري فما اللي دخلنا مع باب الدار من الدخل مع باب الدار تدخل توصل البلاسة اللي فيها الصالة يعني واحد صاحبي بقى كيضحك قالينا واخصي تاكسي حمر طويل بعيدة قالي احنا عدنسا كان اقتصادي كتدل خطوة كتبشي لصالون خطوة تانية كتبشي اعزكم الله الفيسي والخطوة تالتة كتبشي للكوزينة يعني خطوات اما تما باش توصل خصيك واحد المسافة طويلة جدا يريدك تاكسي حمر بستوصل مليت دخلنا القاعة الرئيسية واحد القصر كأنه السلطان واحد انا مليت دخلت هناك نتأمل في واحد ترية كنقول كيفاش دخلوها هالترية كيفاش دخلت هناك يعني خصي التراكس عادك الفراش الاثيري واتير وادوك الخادم والحشم وادوك الخيرات عاد جوا الناس تمت بك الله الاعيان وانا جلسته في الوراء خجول كنقول صاحبي راني هاد الناس دعم هاد المستوى الرفيع بك الله هاد الخير طعم الله تعالى هاد الناس واحد اللحظة هادك السيد ويسول صاحبي قال لي يا فولان اسيد الحاج قال لي كده الاحوال ديالك آه قال لي مولانا خلقنا ونسانا مولانا خلقنا ونسانا انا سمعت هاد الكلمة هادي قلت لأخوي اسمح لي حتى الهادي هاد نسعيش في النعيم اربص بقري من جنة هنا ويقول لك مولانا خلقنا ونسانا انا اغامشي في حالي هاد المنطقة باشي شي زلزال وشي بوركان وشي فايضات وشي تسونامي جمعنا كاملين اغامشي في حالته يا خويا بالله مثل نريح مع الضعافة بحالي قال لي هاد سنة غير ريح عبلاتي ويعود يسوله الاسيد الحاج كيفاش معنا مولانا خلقنا ونسانا قال لي مولانا كان كيتفكرنا مرة مرة بمراضين او بسقامين او بفقرين ولكن ده من سانا ما عدنا لا مراض ولا سقام ولا فقر ولا اي شي كل حوائجنا مقضية ويقف ويقول وقيل انسانا انسانا من البتلاءات انسانا من الامراض انسانا من الكروب اعطانا غير الخير يكما انسانا الناس يبكي وعندهم مشاكلهم وانما عن ديواله ويحيد العمامة دياله انك انت تنسيتين احنا رأى ما انسيناك وهذا الجمعة الجمعة لجمعت الناس جمعتهم باش نقيم الدليل انني ربي لم انساك وبدأك يبكي وبدأوا الناس يقرأوا القرآن يذكروا الله تعالى فعلمتوا ان ذلك الرجل سبحان الله العظيم دواز الفقر ودواز المعاناة وكان صابرا في واحد اليوم من الايام فتح الله عليه الدنيا بحدافرها وجاءت اليه تقول له خذني اليك هكذا هي الدنيا ومثل هذه القصة كثير وكثير جدا جدا واقعية ماشي من تأليف الخيل هاتشي واقع عشتوا مع الناس الناس كانوا في معاناة شديدة صبروا واحتسبوا واراضوا بما قسم الله وكي يقول انا انا غن دعي الله ولا اتحمل الاجابة انا اهتم بالدعاء وفي يوم من الايام اعطاه الله الكثير ومن غير هذا ايام الناس كان عندهم العقم سنوات طويلة 13 عام 14 عام فلما اعطاهم الله تلات طوام بالتوأم كان عارف الناس اعطاهم الله التوأم اثنين وكلا طاهم ثلاثة سبحانك يا جليل ربك عظيم بنتي خديجة غير صبري واحتسي بي وقل يا ربي انا ادعوك ولا انتظر الجواب انا اعطتني الجواب انا فرحانة ما اعطتني ايش انا ابتغي رضاك بالعطاء غضي في تحليك واحد العطاء عظيم وواسع وكبير جدا لا حدود له اسأل الله تعالى ان يفرج همومك وان ينفس قروبك وان يقضي حوائجك والله يجعل هذه الساعة لتلجموعة هذه الساعة تكون اخر احزانك واخر همومك واخر متاعبك ويعطي الله القبول في الارض والسماء اللهم امين اللهم امين يا اكرم الاكرمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله